قد يبدو هذا المشهد مكررا فبهذه الشكلة وعلى هذا الطريق مر مقاتل ميليشيا الحوثي من هنا قبل ثلاثة أعوام تخوم صنعاء الجغرافية ذاتها أبناء قبائل شمالها الوقود للريهان مجددا بل حتى موقف قبائل طوقها لم يتغير المتغير والجديد هذه المرة أن ميليشيا المخلوع صالح التي سلمتهم معسكرات الدولة ووهابتهم سلاحها بالأمس تقف اليوم خصما لهم إلى صنعاء التي تشهد أكبر تجمع سكاني والتي أصبحت منذ فجر السبت ساحة لحرب شوارع مفتوحة يمضي هؤلاء متوعدين بحليف البارحة وند هذه الساعة تعزيزات تتزامن مع إعلان رئيس المجلس السياسي للحوثيين أنه تم وقد جذور الفتنة نهائيا حسب قوله داعيا من أسمهم المغرر بهم إلى سرعة ترك السلاح وعدم تأجيج الفتنة في إشارة للمقاتلين التابعين للمخلوع صالح مصادر إعلامية تتحدث عن مستجدات تغير من مسار المشهد الميداني الذي رجح بالأمس كفة المخلوع صالح لحساب مقاتلي ميليشيا الحوثي وكالة الأناضول ونقلا عن مصادر قالت إن الزعيم القبلي مبخوت المشرقي الموالي للمخلوع صالح سلم نفسه مع العشرات من المقاتلين إلى جماعة الحوثي عقب معارك عنفة بين الطرفين فجر اليوم بمنطقة خمر بعمران بالإضافة لأنباء عن مداهمات تقوم بها ميليشيا الحوثي في حجة والمحويت استهدفت فيها قيادات ومقاتلين موالينا لميليشيا المخلوع فضلا عن أنباء متضاربة عن مصير المعسكرات المتنازع عليها في صنعاء مع استمرار المواجهات حتى اللحظة لا نهاية واضحة يمكن التنبؤ بها لهذه المعركة الحتمية والمؤجلة خاصة في ظل الدور الواضح الذي تلعبه دول التحالف العربي والذي يقول مراقبون أنه يسعى لإعادة منح المخلوع دور الحليف مجددا في حين يقول آخرون أن دول التحالف نجحت في الإيقاع به إلى أين يمضي الانقلابيون وكيف سيكون وضع المدنيين خصوصا وأن لا طرف يبالي بحالهم أسئلة ترقب إجابتها قلوب ساكن صنعاء الوجلة وعموم اليمنيين الساعات القادمة علها تحمل إجابات